بسم الله الرحمن الرحيم خدنا في الحلقات اللي فاتت تعريف الافة وخدنا انواع الافات قلنا افات نباتية وافات حشرية وافات حيوانية وقسمنا الافات الحشرية لثلاث اقسام على حسب عدد عوائلها وبعد كده اخدنا مظاهر الاصابة بالافات المختلفة الافات الحشرية خدنا منها الافات اللي بتتغذى بقرض العائل خدنا دودة ورق القطن وديدان اللوز الكورنفولية والحفار وافات الحبوب والمواد المخزونة وبعد كده اخدنا الافات اللي بتتغذى بامتصاص عصارة النبات خدنا الحشرات القشرية والمن والزبابة البيضاء واخدنا التريبس وبعد كده اخدنا الحشرات اللي بتتغذى او ذات الطابعة الخاص خدنا منها صناعات الانفاق في الاوراق قلنا زي زبابة البنجر ونخرات اوراق الفول واخدنا صناعات الانفاق في الاخشاب او نخرات الاخشاب واخدنا المثال بتاعها اللي هو النمل الابيض وبعد كده تطرقنا إلى الأفات الحيوانية درسنا منها الأكروسات مظهر الإصابة بالأكروسات والنماتودة وبعد كده أخذنا الأضرار اللي بتسببها الأفات المختلفة للنباتات وللأفات الحبوب المواد المخزونة واخذنا الأضرار اللي بتسببها الأفات للإنسان والحيوان وبعد كده أخذنا أغراض حصر الأفات وطرق الحصر وخذنا أهمية حصر الأفات وبعد كده تطرقنا إلى طرق تقدير حصر وتقدير نسبة الإصابة وتعداد الأفات خذنا أنواع كتيرة جداً خذنا دودة ورق الكطن وخذنا ديدان اللوز الكورنفولية وخذنا المن والتريبس والجراد ودودة ورق الكطن وخذنا بعد كده أفات الحبوب والمواد المخزونة والحشرات القشرية وبعد كده انتقلنا في طرق المكافحة المختلفة قلتلكم ان المكافحة نوعين مكافحة طبيعية باتمدون تدخل الانسان ومكافحة تطبيقية بمكافحة طبيعية قلنا عناصرها عنصرين اللي هي عوامل غير حيوية وعوامل حيوية والعوامل الغير حيوية قلتلكم ان هي بتندرج تحتها اربع عناصر اللي هي العوامل الجوية وعوامل التربة والغزاء والعوامل الطوبغرافية وبعد كده قلنا العناصر الحية او العامل الحية بتشمل المتطفلات والمفترسات ومسببات الامراض وتطرقنا بعد كده للمكافحة التطبيقية قلنا بتشمل المكافحة التطبيقية اول حاجة خدناها المكافحة التشريعية وبعد كده خدنا المكافحة الزراعية وبعدين خدنا المكافحة الميكانيكية وبعد كده خدنا المكافحة الحيوية وبعدين بدأنا ندخل بقى في المكافحة الكيموية وعرفنا يعني مكافحة كيموية وعرفنا تعريف المهلك الحاشري واءناه هو كل مادة كيموية او مخلوق من اكثر من مادة يستخدم بوسط الانسان في مكافحة الافات او تقليل ضرارها وعرفنا الشروط الواجب توفرها في المهلك الحشر الجيد وعسمنا المهلكات الحشرية على حسب اكتر من قسم اول قسم خدناها على حسب طريقة دخولها جسم الافة وتاني قسم على حسب طبيعة تأثيرها على الافة وثالث قسم خدناه على حسب تركيبها الكيماوي قلنا عندي أملاح غير عضوية وعندي أملاح عضوية مستخرجة من النبات ومركبات عضوية صناعية وبعد كده خدنا دراسة كيفية تأثير المبيدات أو المهلكات الحشرية على الآفات وبعد كده خدنا المواد المساعدة اللي بتنضاف للمبيدات لزيادة نشاطها أو لتقليل ضرارها على النبات أو زيادة فعالياتها وبعد كده خدنا اللي هو دراسة كيفية تأثير الزيوت المعدنية أو أنواع الزيوت المعدنية المستخدمة في عملية المكافحة وقلنا فيه زيوت معدنية بترولية زيوت معدنية مستخرجة من الكتران وزيوت سابتة وزيوت طيارة وبعد كده خدنا دراسة كيفية تأثير الزيت على الحشرات وبعد كده خدنا حاجة اسمها العوامل المساعدة وخدنا بعد كده مخاليط المبيدات وخدنا طرق أو أعراض التسامن بالمبيدات وكيفية إجراء الإسعافات الأولية لمن يجرى له عملية أو يتعرض لعملية التسامن بالمبيدات وبعد كده هنبدأ أعزائي الطلبة والطلبات حلقة اليوم وهي تكملة لطرق المكافحة المختلفة هناخد منها عملية الرش والتعفير وأيضا هناخد الطرق أو الاتجاهات الحديثة في المكافحة والاتجاهات الحديثة في المكافحة زي ما هنبدأ حلقة النهاردة عايزكم تركيزوا فيها كتير جدا لأنه بتيجي منها أسئلة كتير جدا في الامتحان لأنه المكافحة الحديثة هي بتتجنب كل السلبيات اللي كنا بنتعرض لها في طرق المكافحة التقليدية هنعرف كده إزاي ده اللي هنعرفه من حلقة النهاردة تعالوا بنا عزائي الطلب والطالبات نتطرق لدرس النهاردة وهي نعرف يعني إيه مكافحة حديثة أول حاجة هناخدها اللي هو عمليات الروش والتعفير عايزكم تعرفوا يعني إيه عملية الرش هو توزيع المستحضرات السائلة للمبيدات توزيعا منتظما خلي بالكم من كلمة السائلة على السطوح المراد علاجها على هيئة رزاز المحليل أو المستحلبات أو المعلقات وفي الحلقة اللي فاتت قلتلكم يعني محلول يعني مستحلب ويعني معلقات وعلى حسب حجم حبيبات الرزاز أو حجم حبيبات السائل الرش أو محلول الرش اللي عندي بقسم الرش الأربع عنواع مختلفة اللي هم أول حاجة الرش بالحجم الكبير وكمية الماء المستقدمة فيه بتكون من ربعمية إلى ألفين لتر لكل فدان والرش بالحجم المتوسط وكمية الماء المستعملة بتكون من مية لتلتمية لتر لكل فدان ده في حالة ايه؟ في حالة المحاصيل الحقلية اللي هي المحاصيل اللي احنا بنزراحها كل سنة أما في حالة الأشجار فبنزود كمية الماء بتوصل من تلتمية إلى ستمية لتر لكل ايه؟ لكل فدان تالت حاجة الرش بالحجم الصغير وكمية الماء المستخدمة بتكون من عشرين إلى مية لتر لكل فدان وآخر نوع عندي من أنواع الرش اللي هو الرش بالحجم فوق الدقيق وركزه في الكلمة دي فوق الدقيق يعني كمية الماء المستخدمة بتكون تقريبا حوالي لتر لكل ايه؟ لكل فدان في عندي بقى شروط لازم أرعيها أو أعرفها علشان عملية الرش للآفات اللي عندي تكون عملية رش ناجحة أول حاجة الرش في الصباح الباكر اتنين الرش بالطريقة الصحيحة طب حده هيقول لي يا دكتور يعني الرش بالطريقة الصحيحة أنه القائم بعملية الرش يكون خطواته تكون بطريقة منتظمة يعني ما يكونش فيها تسرع أو ما يكونش فيها بطء يعني هو ماسك آلة الرش وبرش النباتات يكون خطواته خطوات ايه؟ منتظمة عشان يوزع كمية المبيد على المساحة توزيعا ايه؟ منتظما وأيضا زراع الرش زراع الرش اللي هو بتاع آلة الرش يكون موازي لسطح الارض ويكون فيه مسافة بين البشبوري أو بين زراع الرش وبين النباتات المعاملة بتكون حوالي تلاتين لاربعين سنطي يعني حوالي نصف متر ايه تقريبا تلاتة تجنب انسداد البشابير اربعة عدم ترك خطوط بدون رش خمسة استعمال الرشاشة الصالحة والسليمة ولازم قبل ما ابدأ عملية الرش يعني افحص آلة الرش اللي عندي واعمل لها صيانة دورية واعمل لها عملية نظافة بعد كل عملية ايه؟ رش وبعد كده تجنب الرش ضد الرياح سابعة عدم اجراء الرش عند عطش النباتات لانه ذلك بيؤد ممكن يجي لك سؤال عالي في النقطة دي ليه يفضل عدم رش النباتات اثناء العطش او اثناء الجو الحار هتقول له الاجابة بممتع البساطة لان ذلك يعمل على احداث ضرر بالنبات المعامل وقد يؤدي اليه؟ الي موتو هناخد تاني عملية اللي هي عملية التعفير عملية التعفير عزيزي الطلبة لازم يكون عندك يعني ارتباط بين التعفير وبين المساحيق انما الرش لازم يكون عندك ارتباط بين السوائل وبين عملية الرش يعني في عملية الرش بستخدم سوائل في عملية التعفير بستخدم مساحيق يعني مادة صلبة تعرفه ايه؟ هو التوزيع المنتظم اهو لمساحيق المبادات بهدف مكافحة الافاتب فيه برضو شروط عندي علشان عملية التعفير تكون عندي عملية نجح اول شرط يجب اجراء عملية التعفير عند هدوء الرياح تاني حاجة التعفير في الصباح الباكر قبل تطير الندم ممكن يجي لك سؤال علي في الجزية دي يقولك علي يفضل اجراء التعفير في الصباح الباكر هتقوله لانه في الصباح الباكر بتوجد خطرات الندم مما يعمل على التصاق مسحوق المبيد بالسطح المعامل او بالنبات المعامل ودي طبعا عندي ادوات او الات الرش اللي هو في الشاشة اليمين اللي عندي دي الرشاشة الظهرية وده مطور الرش ودي ايضا نوع من انواع الرشاشات الظهرية ودي طائرات اللي ايه الرش في مقارنة عملها لكو اعزاء الطلبة والطالبات بين عملية الرش والتعفير ممكن تتعرض لها في الامتحان يقولك قارن بين عملية الرش والتعفير وايهما تفضل هنقول من حيث النتائج المتحصل عليها طبعا النتائج العملية في الرش بتكون افضل من عملية التعفير وقت الاجراء انا ممكن اروش في اي وقت انما في عملية التعفير زمن لكم من شوية لازم تكون في الصباح الباكر تلاتة تأثير الضرع على العمال في عملية الرش بتكون اقل وفي عملية التعفير بيكون ضرارها اكتر على العمال التكاليف في عملية الراشة بتكون اقل واقتصادية عن عملية التعفير سهولة اجراء الخلط بيكون اسهل في عملية الراشة عن عملية التعفير وبواجه عام بتفضل عملية الراشة عن عملية التعفير لهذه الاسباب هناخد بقى الات الراشة عندي الات الراشة في الرشاشة اليدوية اللي هي الصورة في شمال الشاشة من فوق هنا دي الرشاشة اليدوية الساعة بتاعتها بتبقى حوالي من ربع لتر الى واحد لتر تقريبا وبتستخدم فيه رش الحشرات او فيه رش الافات اللي موجودة في المنازل ورشاشة الجردل والرشاشة الظهرية وبتنقسم من ثلاث اقسام اول قسم او اول نوع فيها رشاشة الضغط ذات المضخة الهوائية تاني نوع الرشاشة الضغط المستمر ذات المضخة الهوائية المنفصلة وتالت نوع اللي هو رشاشة الظهرية ذات المضخة المستمر الكابسة وبعد كده مطور الرش زي ما انتم شايفين في الصورة في اسفل الشاشة من ناحية الشمال ده احد انواع مواطير الرش بتكون من خزان ومضخة هوائية ومحرك وخرطيم الرش والبشابير بتاعت الرش وبيستخدم فيه المساحات الوسعة واخر حاجة عندي اللي هو طائرات الرش ده االات الرش اللي عندي ادي الرشاشة اليدوية ادي الرشاشة الظهرية ادي ايضا نوع من انواع الرشاشة الظهرية ادي نوع تاني من انواع مواطير الرش ودي طائرات اللي ايه الرش االات التعفير بقى بتشمل ايه بتشمل العفارة اليدوية بتنقسم الى العفارة اليدوية ذات المكبس العفارة الصدرية ذات المروحة اللي هي العفارة اليدوية ذات المكبس اللي هي زي اللي انتم شايفين دي العفارة الظهرية ذات المنفاخ وبعد كده هناخد آلات توليد الضباب مولد الضباب يعني يعني انه انا بستخدم آلة بتجعل المبيد في صورة ضباب الآلة دي بتبع عبارة عن جهاز وزنه بيكون حوالي 7 كيلو جرام يعني خفيف الوزن ما واش تقيل والساعة بتاعته بتكون حوالي 2 لتر وبيطلع منه الرزاز بتاع المبيد في صورة ضباب بيعتمد في تشغيله على استخدام الطيار الكهرابي في حالة مولد الضباب الصغير وفي حالة مولد الضباب الكبير بيعتمد على استخدام البنزين او الجازولين في عندي بقى عيوب لمولد الضباب اول عيب عندي انتاج غازات الاحتراق اللي هو زي اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون وانتوا عارفين طبعا ان دي كلها غازات سامة وبتؤدي الى حدوث اختلال في النظام البيئي وقد تؤدي الى سقب في طبقة الازون او حدوث ما يسمى بالاحتباس الحراري صوته عالي جدا وبسبب الازعاج لذلك كل 3 ساعات لازم العامل اللي بيقوم بعملية المكافحة لازم يتغير باستمرار عشان المحافظة على الجهاز الازون او جهاز السامة اللي عنده بيستخدم لتوزيع المبيدات السائلة فقط وده عيب لانه المبيدات الصلبة ماينفعش تعمل لها عملية ضباب صعوبة مراكبة عملية الرش نظرا لانه يستخدم اما في الصباح الباكر او في المساء عند الغروب تلوس الزراعات المجاورة نتيجة هبوب الرياح اثناء عملية الاستخدام يعنه بينتقل لانه الضباب انتوا عارفين خفيف الوزن وبينتقل من مكان الى ايه الى اخر تعالوا بنا بقى عزيزي الطلبة نتطرق له جزء مهم جدا زي ما قلت لكم في بداية الحلقة اللي هو الاتجاهات الحديثة في المكافحة لانتوا عارفين زي ما انا اقل لكم انه من شروط المبيد الحشر الجيد اللي احنا اخدناهم في الاول غير ضرب الانسان والحيوان والنبات ومعظم المبيدات بتيبقى فيها الجزئية دي مش كاملة او مش بنسبة 100% لا بيبقى لها العيوب اللي احنا بتبقى ضرب الانسان والحيوان والنبات والبيئة ايضا ولذلك بدأ لاتجاهات اعزاء الطلبة والطلبات للبحث عن وسائل بديلة لاستخدام المبيدات اللي بتسبب اضرار للانسان والحيوان والنبات اولها استخدام المواد الطاردة هي مواد كيموية بيهدف استخدامها الى طارد من اسمه لما تسمع في الامتحان طارد كمصطلع علمي يبقى ايه مقصود بها اللي ايه المواد الطاردة ويبعدها عن المكان المعامل بسبب ايه بسبب الرائحة المنبعثة منها وانا عندي امثلة كتير جدا زي النفتلين اللي بيستخدم فيه اه حماية الملابس وزيت اسمه زيت السيترونيلا ده بيستخدم فيه طارد اللي ايه البعود اتنين المواد الجازبة عكس بقى الطاردة هي مواد زي طريحة تأجذب الحشرات اليها وهي توضع فيه مصاد مثل الزيوت الطيارة زي زيت الخردل وزيت الصنوبر كذلك الجازبات الجنسية التي تأجذب احد جنسي الحشرات التي يمكن ان تضع الانسة بيت غير ايه مخصب ولا يفقص الجازبات الجنسية اه اعزاء الطلب والطلوات ده من ضمن الوسائل الحديثة في المكافحة بتعتمد او فكرة عملها ايه باستخلاص رائحة الانسة في حلقات مطاطية وبيتم وضعها في داخل مصيادة بينجذب احد الجنسين وخصوصا الزكور بينجذب الى رائحة الانسة داخل المصيادة والمصيادة دي بيكون فيها لوح ورقي تم دهانه باستمغ او بالغراء وفي اسفل المصيادة بيكون ايضا في حض ماء عندما يدخل الزكر الى المصيادة اما يلتصق باللوح الورق المقاوة او يقع في حض الماء وبذلك بتقل النسبة الجنسية خارج المصيادة وبيكون عدد الانس اكبر من عدد الزكور وبالتالي بتضع الانس بيت غير مخصب وبتكسر دورة الحياة مانعات التغذية من اسمها مانعات التغذية يعني مواد كيموية بتمنع بدء او استمرار الحشرة في عملية التغذية وبالتالي بنقلل من ضررها على النبات اللي هي بتصيبه تعالوا نشوفها مع بعض هي مواد كيموية بتمنع بدء او استمرار تغذية الحشرة على العالي المناسب اربع مانعات الانسلاخ مانعات الانسلاخ يعني نتو عارفينوا ان عملية الانسلاخ عملية مهمة جدا في الحشرات لانه جدار الجسم بتاع الحشرة مكون من مادة بنقول عليها مادة الكيوتيكل او مادة الكايتين او الشيطين المادة دي بتبقى صلبة فبالتالي لا تسمح بالتمدد بنمو جسم الحشرة ولذلك بتلجأ الحشرات الى عملية الانسلاخ لزيادة حجم ايه الجدار الخارجي اللي بتاعها وزيادة نمو ايه الحشرة منعات الانسلاخ بتصبت عملية الانسلاخ فتموت الحشرة وبتشمل ثلاثة انواع اول حاجة عندي مصبتات بناء الكايتين بتموت الحشرة لانها لا تستطيع تكوين الكايتين اللي هو بكون الجدار الخارجي لجسمها وتاني حاجة منظمات نمو الحشرة هي مواد بتمنع تطور الاطوار الغير كاملة وبتمنع نموها ووصولها الى حشرات ناضجة ركزوا معاه في الجزئية دي اعزاء الطلبة والطالبات احنا عندي منظمات نمو الحشرة بتبقى شبيهة لبعض هي مواد كيموية بنستخدمها في معاملة الحشرات لان هي بتدي تأثير شبيه لبعض الهرمونات اللي موجود في الحشرات زي هرمون الشباب مثلا اللي هو بيعمل على بقاء طور من اطوار الحشرة دون ان يدخل في الطور اللي ايه التاني وليكن طور اليرقة تفضل الحشرة في طور اليرقة الى ايه الى ان تموت وبأدي ايضا الى تشوه في عملية او خروج الاطوار المنسالخة بتكون مشوهة او بتكون الاجنحة بتاعتها ملتوية او بتعمل على فشل في عملية التلقيح او ايضا ممكن تؤدي الى عدم فقس البيض داخل البيض بعد كده الهرمونات زي هرمونين عندي هرمون الشباب وهرمون الانسلاخ هرمون الشباب هو بيكون موجود في بداية طور وليكن طور اليرقة واول ما اليرقة بتبدأ تتحول من طور اليرقة الى طور العزراء بيقل تركيز هرمون الشباب وبيزيد اه معدل او بتزيد كمية هرمون الانسلاخ في جسم الحشرة فاحنا بنرش الهرمونات دي على الحشرات علشان تفضل الحشرات في طور ايه في طور هرمون الشباب ولا تود الى انسلاخها وتحولها الى طور ايه الى طور اخر تعالوا بنا ناخد بعد كده اربع مصاد الحشرات عندي انواع كتيرة جدا من المصاد زي مصاد الشفط بتعتمد على قوة مروحة بتجذب او بتشفط الحشرات اللي موجودة في الطبيعة اتنين مصاد الازعاد اللي هي زي مصاد ماليزيو دي بتبقى عبارة عن خيمة شباكية بيتخش منها الحشرات وبتحجز بداخلها تلاتة مصاد النافذة الزجاجية بتبقى عبارة عن لوح زجاجي بتصطدم بالحشرات وبيبقى فيه حض لجمع الحشرات اسفل هذا اللوح الزجاجي المصاد اللاصيقة بتعتمد على دهان الواح زجاجية او الواح ورقية باستمغة او الغراء مما يعمل على التصاق الحشرات بها المصاد البصرية بتعتمد على الضوء المصاد الضوئية بتعتمد على استخدام الضوء زي لمبات الزئبق اللي هي بتوضع داخل المصاد بتنجذب الحشرات اللي هي ليلية النشاط اليها وبنعمل على تجمعها داخل المصاد المصاد الجنسية زي ما انا قلتلكم من شوية بتعتمد على جذب احد جنسية الحشرات ودي طبعا بيتقلل النسبة الجنسية بين الحشرات اللي موجودة خارج المصيدة الفرمونات عندي ثلاث انواع يا ولاد فرمونات التجمع الحشرات بتفرزها اثناء وجود مصدر للغزاء علشان تتجمع عليه زي مثلا الجراد الصحراوي لما بيعمل اسراب وبكون اسراب علشان يهاجم البلد اللي فيها بيفرز هرمون التجمع ده اللي هو من خلاله الحشرات بتتجمع وتكون اللي الاسراب الفرمونات الجنسية اللي احنا قلنا بتعتمد على جذب احد الجنسي الى الاخر وخصوصا اثناء موسم التزاوج فرمونات اقتفاع الاسر ودي بتبقى موجودة في النمل اللي هو في مؤخرة الرجل الخلفية للنمل بتفرز هذا الفرمون مما يؤدي الى تتبع اسر باية الايه المملكة بعد كده في الاتجاهات الحديث ايضا المستخلصات النباتية من اسمها مستخلص نباتي يعني مادة فعالة او مادة كيموية بس تخلصها من النبات زي ما انا قلتلكم في الحلقة السابقة لما قلتلكم ان عندي مبادات كيموية مستخرجة من النبات زي قلنا الروتينون قلنا البيرسرين وقلنا الايه النيكوتين انا عندي تعرفها عبارة عن مجموعة من المواد الكيموية المستخلصة من النبات والتي ممكن ان تسبب تأثيرات الاتجاهات اول حاجة السمية وبالتالي بتموت الحشرة وينخفط تعدادها الجذب وذلك عن طريق شم الحشرة للمواد الكيموية والطرد حيث تشم الحشرة للمادة الكيموية وتتحرك عكسها ومنع التغذية حيث تموت الحشرة نتيجة فقد قدراتها على التغذية ومن امثلة المواد المستخلصة من النبات زي ما قلتلكم لاشجار النيم ودي بتمقى مزروعة في المنازل ودي اصلا لها فائدة انها بتطرد البعود يعني اي حد عايز يتخلص من البعود الموجود في المنازل يجيب شجرة النيم دي ويزرعها ودي بتبقى لها تأثير طارد على البعود هناخد بعد كده المبيدات المايكروبية وركزوا فيها كتير جدا لان المبيدات المايكروبية بيجي فيها سؤال في الامتحان عرف المبيدات المايكروبية ثم اذكر مميزاتها ويعيوبها تعرفها ايه؟ هي عبارة عن كائنات حية دقيقة مسببة للامراض بتؤدي في النهاية الى موت الحشرة وبيطلق عليها اسم المبيدات الحية اسباب امكانية نجاح المكافحة المايكروبية عندي اكتر من سبب اول حاجة غير ضرب الانسان والحيوان والنبات لان هي بتعتبر مبيدات متخصصة اتنين لها درجة عالية من التخصص تلاتة يمكن خلطها مع معظم المبيدات يعني قابلة للخلط اربعة سهولة انتاج معظم مسببات الامراض الحشرية لانها موجودة اصلا في الطبيعة موجودة في كل مكان قابلة للتخزين ستة يقلل استخدامها بالتبادل مع المبيدات ظهور سلالات مقامة سلالات مقامة مين؟ للمبيدات العادية اللي هي المبيدات الكيموية بتعرفين ان من ضمن اسباب فشل او عدم نجاح المكافحة الكيموية اللي هي ظهور او ظهور صفة المقاومة للافات ضد ايه هذا اللي هي المبيد سبعة امكانية اكسارها في البيئة واستمرار معاشتها لفترة ايه لفترة طويلة عندنا بقى في صعوبات بتواجه استخدام مسببات الامراض او المكافحة الميكروبية اول حاجة من الصعوبات بتحتاج بعض الميكروبات لظروف جوية خاصة حتى تحدث تأثيرها يعني ما ينفعش مثلا ارشاف او استخدمها في اوقات ارتفاع اوقات ارتفاع درجة الحرارة او اوقات الامطار او اوقات الرياح او ايا كان ليه السبب نظرا لتخصصها العالي او الشديد بتعطي مجال محدود في المكافحة افرض اني عندي اكتر من قافة وانتو عارفين المسببات الامراض بتسيب مثلا ولكن افا معينة زي دودة ورق الكطن عندي افا تانية زي الحفار يبقى عدم تخصصها او ايسف تخصصها العالي بيؤدي الى تأثير محدود في عملية المكافحة بتحتاج الى توقيت دقيق في التطبيق بيتلام مع فترة حضانة المرض بتفقد بعض الفطريات قدرتها العالية على احداث المرض للآفة نظرا لتعرضها للجفاف الصعوبة في انتاج بعض الميكروبات وكسر التكاليفها تعارفين انه في بعض الميكروبات زي الباصيلس سيريوني جينسيز دي بتبقى مكلفة في عملية الفصل والعزل وعملية الفرموليشن اللي هو عملية الاعداد او اعداد المستحضر التجاري اللي بتتباع عليه هذه الميكروبات بتحتاج ايضا الى تغطية كاملة على السطح المعامل حتى يمكن ملامسة اليرقة لمسبب المرض لانه لازم تلمس او يلمس المسبب المرض جسم اليرقة مشاكل الاستخدام المكسف للمبيدات طبعا انتو كلكوا بعيدوا دلوقتي احسن مني في الموضوع ده انا من اول حلقات عمل اقول لكم ان المبيدات اخر الدواء الكي يعني احنا بنستخدمها وبنلجأ اليها عند عدم قدرتنا على استخدام اي وسيلة اخرى فهي ايضا لها تأثيرات ضر على البيئة وعلى الانسان وعلى الحيوان والنبات المعامل ايضا اول حاجة التأثير السام على النباتات التأثير السام على الانسان والحيوان تراكم المبيدات في التربة طبعا انتو عارفين التأثير السام على النباتات ممكن تؤدي لاحتراق النبات او موتو التأثير السام على الانسان والحيوان ممكن تؤدي الى خلل في انزيم الاسطايا الكولينيستيريز وده بيؤدي الى اضطرابات عصبية والضطرابات في الجهاز الهضمي وتراكم المبيدات في التربة وخصوصا المركبات اللي انا قلتلكوا عليها لا تزوب في الماء زي مركبات القلور العضوية بتبقى في الطربة فترة طويلة ودي تأثيراتها سامة على كل الكائنات الحية اللي بتبقى او حيوانات الطربة الاثر السام للمبيدات الحشرية على نحل العسل والحشرات الملقحة وانتوا عارفين ان نحل العسل ده ليه فواد كتير جدا هو حشرة فبيتأثر بالمبيدات الحشرية زي بقية الحشرات وايضا الحشرات الملقحة اللي هي بتعمل على نقل حبوب اللقاح من متك ظهرة الى ميسم ظهرة اخرى اللي احنا بنقول عليه التلقيح الخلطي بالحشرات ده لو ما تمش او الحشرات اللي بتقوم بالعملات دي ماتت نتيجة رش المبيدات ده بيؤدي الى ضعفي في نسبة العقد وايضا ضعفي فيه او خفض فيه للمحصول التأثير السام على الاعداء الحيوية انا زي ما انا لكو في الحلقات اللي فاتت الاعداء الحيوية بتشمل المتطفلات والمفترسات ومسببات الامراض ومعظمها بيكون حشرات زي ما بتصاب القافة او بتتأثر القافة بالمبيد بتتأثر الاعداء الحيوية بالمبيدات وده كان احد الاسباب الرئيسية لحدوث الخلل في نظرية التوازن الطبيعي اللي انا قلت لكم ان الافات وعداء الحيوية بتوجد في الطبيعة في حال التوازن ايه في حال التوازن عددي من ضمن الاسباب اللي قدت الى خلل في نظرية التوازن الطبيعي استخدام المبيدات تدخل الانسان وتقدم وسالي المواصلات سادس حاجة عندي من مشاكل الاستخدام المكسف للمبيدات اللي هو مقاومة الحشرات لفعل المبيدات اللي هي ظهور السلالات المقاومة من الافات لفعل المبيدات تعالوا بينا ناخد حاجة مهمة جدا اعزاء الطلبة والطلبات اللي هي المكافحة المتكاملة او الادارة المتكاملة لمكافحة الافات اللي احنا بنرمز لها بالرمز الاي بي ام او اختصار لمصطلح انتجريتد بيست مانجمنت لها تعريف اللي هي تركزه فيه كويس جدا ممكن يجيلك عرف المكافحة المتكاملة ثم اذكر عناصرها او يجيبها لك على هيئة مصطلح علمي وانت تكتب الاي بي ام او تكتب المكافحة الايه المتكاملة هي عملية بيتم فيها الاستخدام المتوازن للطرق الزراعية والبيولوجية والكيموية يعني كل الطرق اهو بس انهي طرق التي تتوافق مع البيئة يعني غير ضرب البيئة والتي لها جدوة اقتصادية يعني اقتصادية في عملية المكافحة والمقبولة اجتماعيا ومن اجل خفض اعداد الافة الى المستويات المقبول تحملها والتي لا تسبب اضرار اقتصادية يعني انا ما بعملش عملية استقصال للافة لا ده انا بقلل اعدادها علشان خاطر لا تسبب عندي ضرر اقتصاد لان انا لو عملت عملية استقصال لاي افة بعمل خلل في السلسلة الغذائية بعمل خلل في التوازن البيئي او في النظام البيئي اللي عندي طيب لماذا يفضل استخدام المكافحة المتكاملة عن استخدام المبيدات هتلاقوها العيوب اللي انا لسه ايه لها من شوية هتلاقوها عكسها بقى عشان مش تحفظوه المرتين اول حاجة المكافحة المتكاملة بتؤدي الى توازن في النظام البيئي عشان ايه علشان مش بتؤدي الى خلل في النظام البيئي لانه المبيدات بتؤدي الى موت الاعداد الحيوية للافات ظهور سلالات مقاومة من الافات لفعل المبيدات الكيموية ثلاثة سهولة استخدام المكافحة المتكاملة اربعة توفير التكاليف لانتوا عارفين المبيدات دلوقتي اسعارها عالية جدا فانا بستخدم طرق عادية زي طرق الزراعية زي طرق الميكانيكية زي طرق الحيوية زي بدال المبيدات اللي انا قلتلكوا عليها قبل كده في الحلقة اللي فاتت المكافحة المتكاملة بتشجع وجود البيئة الصحية لان انا عندي بستخدم وسائل غير ضرق بالانسان والحيوان والبيئة وبالتالي بحافظ على النظام البيئي وبحافظ على صحة الانسان وبقلل من الامراض المنتشر عن طريق استخدام المبيدات زي الفشل الكلوي او الفشل الكبدي وبالتالي بزود الدخل الايه القامل المحافظة على صحة الانسان ومنع تلوث التربة بالمبيدات ومنع تلوث الايه الاغذية خطوات الاساسية للمكافحة المتكاملة وركزوا فيها كويس جدا اول حاجة الوسائل الواقية يعني ايه وسائل الواقية يعني بستخدم وسائل قبل حدوث الاصابة الفعلية بالايه بالآفة زي ايه زي استخدام الطرق المكافحة الزراعية اللي احنا درسناها قبل كده اللي هي عملات الخدمة والدورة الزراعية والرأي والتسميد والدورة الزراعية والرأي والتسميد وترتيب المحاصيل والتخلص من مخلفات الحقل والحديقة وفصل العوالي المتكاملة كل الوسائل الزراعية اللي انا خدتها قبل كده في الحلقة اللي فاتت ايه كمان عندي بعمل حاجة اسمها استخدام التحورات التركبية يعني تحورات تركيبية يعني بمنع تلامس الأخشاب العمودية على التربة وبالتالي بقلل من إصابتها بالنمل الأبيض كمان بعمل عملية نظافة لمواقع البناء والتخلص من مخلفات البناء علشان بقلل الإصابة بالنمل الأبيض وكمان بتوسع فيه زراعة الأصناف المقاومة وأيضا بستخدم الحواجز والموانع زي الأسلاك اللي أنا بضعها على النوافذ لمقامة البعود والزباب المنزلي وأيضا بستخدم الفورمونات الجاذبة الجنسية وبستخدم المكافحة الحيوية أو بنقول عليها المكافحة البيولوجية دي كلها بنقول عليها وسائل واقية اتنين التتبع والاستكشاف بعد ما عملت عملية استخدام للوسائل الواقية بتتبع بقى الآفة بشوف ظهور الآفات اللي عندي بشوف الحشائش هتخلص منها أيضا بعمل عملية تتبع للآفات بعمل عملية حصر للآفات بتعرف على نوع الآفة اللي عندي وأعداءها الحيوية كل الوسائل دي بنقول عليها عملية تتبع للآفة بعد كده تقييم أوضاع الآفة بقيم أوضاعها ازاي بشوف الآفة اللي عندي فاكرين لما قولتلكو حصر وتقدير تعداد الآفات بشوف الآفة اللي عندي وصلت لمستوى الضرر الاقتصاد أو مستوى الحد الاقتصاد الحرج للإصابة أم لا وبستخدم أيضا وخصوصا بستخدم الحد الاقتصاد الحرج للإصابة أيضا في إلافات اللي بتسبب نقل الأمراض وخصوصا الأمراض الفيروسية وبنقول عليه اللي هو تقييم أوضاع الآفة ده اللي هو وعندي حاجة باستخدامها أيضا فيه تقييم أوضاع الآفة اللي هو التنبؤ أو بقوله عليه التنبؤ ده يعني إيه يعني بجيب عندي معادلات رياضية بقارنها بظروف الجوية اللي موجودة في البيئة اللي عندي ومن خلال العامل الجوية والمعادلات الرياضية بتنبأ بأعداد اللي عندي آخر حاجة عندي من الخطوات الرئيسية اللي هو تحديد وسائل المكافحة يعني ايه تحديد وسائل المكافحة يعني بختار بقى نوع المكافحة اللي أنا هستخدمها سواء كان مكافحة زراعية أو مكافحة بيولوجية أو مكافحة ميكانيكية طب إمتى عزاء الطلبة والطالبات ألجأ للمكافحة الكيموية عندما لا تستطيع المكافحة الزراعية أو البيولوجية أو الميكانيكية السيطرة على أعداد الآفة وتقليلها بحيث لا تسبب عندي ضرر اقتصادي بعد كده هاخد أسس نجاح المكافحة المتكاملة حفاظها كويس جداً بتيجي كتير في الامتحان بتاع آخر العام أول حاجة من الأسس اللي مفروض تكون عندي علشان المكافحة المتكاملة أو الـ IBM تكون نجحة يجب أن تدرس الحشرات المراد مكافحتها وكذلك أعدادها الحيوية علشان ما لجأشي لاستخدام المبيدات أقلل نسبة استخدام المبيد أو جرعة المبيد المستخدمة اتنين من الضروري معرفة الحد الاقتصادي الحرج للإصابة تلاتة من الأفضل استعمال مبيدات متخصصة أربعة من الأفضل الاقتصار كلما أمكن عند استخدام المبيدات يجب أن تكون في صورة شرائح يعني أرش قطاعات من الأرض دون الأخرى علشان أدي فرصة للأعداد الحيوية للتقاصر ويزيد أعدادها وتقوم بدورها في مقامة الآفات الضرة حسن التوسع في استخدام الطعوم السماء والمبيدات الميكروبية لأنه دي بيكون ليس لها تأثير ضار على الأعداد الحيوية التوسع في استخدام المبيدات الجهازية علشان زي ما قلت لكم فيه سيستيميك باستيسايد أو المبيدات الجهازية دي بيبقى قدرة على النفاذ إلى داخل جسم النبات وبتسري في عصارة النبات وتأدي لقتل أو القضاء على الأفات المختبئة داخل تجاوف الأشجار أو داخل الأشجار أو النباتات تعالوا بنا ننتقل بقى للوحدة التالتة اللي هو الحشرات الضارة ذات الأهمية الاقتصادية هناخد منها أول حاجة الحشرات العامة حشرات عامة يعني زي ما نقل لكم في أول حلقة خالص حشرات متعددة العوالي يعني بتصيب معظم أنواع النبات وليس لها تخصص يعني بتصيب كل أنواع النباتات هناخد منها الجراد والنطاطات أو نطاطات الحشاش أنا دي صورة طبعا للجراد شاشتنا الجميلة بتعرض لنا كل حاجة تفاعلية زي ما أنا معودكم أول حاجة بقى هناخدها اللي هو الوضع التقسيمي للجراد اسم الرتبة مستقيمة الأجنحة يعني إيه اسم الرتبة أنا عندي رتب كتير درستها في الصف الثاني للسنة والزراعة في مادة البيولوجي اللي هو رتب الحشرات قلنا من نقسم الحشرات لمجموعة من الرتب على حسب شكل ونوع وتحور الجناح بتاعها يعني الأجنحة هي عند المعيار هنا أول حاجة في الرتب اللي هندرسها في الجراد اللي هو رتبة مستقيمة الأجنحة يعني الأجنحة بتاعت الجراد بتكون إيه بتكون الجناحة الخلفي والجناحة الأمامي أو الزوج الخلفي والزوج الأمامي بيكون مستقيم نوع التطور تطور ناقص يعني تطور ناقص يا دكتور يعني بيضة تفقس إلى حرية ثم حشرة إيه كاملة يعني ثلاث مراحل احفظوهم كده الطور الضار يعني الطور اللي بيسبب أعراض الإصابة على النبات زي الطور الضار اللي عندي الحرية والحشرة إيه الكاملة نوع أجزاء الفم في الحرية والحشرة الكاملة من النوع القارض وعدد الأديال من واحد إلى تلاتة أديل في السنة يعني على حسب العوامل الجوية وتوفر الغذاء ممكن يكون لو الغذاء متوفر والعوامل الجوية مناسبة للتزاوج والتكاثر بيكون عندي تلات أجيال لو العوامل غير مناسبة بيكون عندي جيل واحد فين في السنة والعوال بتاع الحشرة بتكون متعددة العوال دورة الحياة يعني دورة الحياة يعني تزاوج يعني من بداية الحشرة الكاملة ويحدث تزاوج حتى وصولها بمراحل التطاول المختلفة ورجوعها تاني إلى حشرة كاملة خلوا بالكم بقى من الحتة اللي جاية دي علشان انا عمل لكم لها اختصارات كويسة جدا غير اللي بتبقى بصورة مفصلة في الكتاب بتضع الانسى البيض في انفاق التربة الخفيفة او التربة المفككة او التربة الخفيفة بوسطة آلة وضع البيض آلة وضع البيض بتبقى في مؤخرة بطن الانسى والآلة دي بتمتد يعني مسافة اكبر من طول الانسى وبتعمل انفاق في التربة وتفرز مادة رغوية ثم تضع البيض ثم تفرز فوقها مادة رغوية ثم بعد ذلك البيض بيفقس الى حريات الحرية بتبقى شبه الحشرة الكاملة ولكن غير ناضجة ايه جنسيا وبعد كده الحرية بالمناسبة في الجراد الصحراوي بيبقى لونها ماء الحمرار بينما الحشرة الكاملة بيكون لونها اصفر وبعد كده بتتحول لحشرة ايه لحشرة كاملة فيه عندي بقى اماكن تكاثر الجراد الصحراوي اللي بيصيب جمهورية مصر العربية يمكن انا اقولت لكم الجوزية دي قبل كده عندي ثلاث اماكن بيتكاثر فيها الجراد تعارفين ان الجراد بيفضل انه هو يتكاثر في المناطق الحارة او اللي فيها بتبقى درجة الحرارة مرتفعة اول منطقة اللي هي منطقة اليمن وشبه الجزيرة العربية غرب السودان والصحراء الكبرى شرق السودان واريتريا والحبشة اللي هي اسيوبيا حاليا مظهر الاصابة بقى بالجراد مشاهدة اسراب الجراد طائرة اثناء موسم الهجرة بتتغزى بشراها على النباتات الخضراء وتتلفها وعشان كده حتى سموها جراد لانه هي بتجرد الارض من اي نمو خضري وقد تؤدي الى حدوث مجاعة المكافحة عندي باخدها من كذا شق اول حاجة مكافحة البيض ويفضل طبعا مكافحة البيض لانه بتكون لسه البيض ما فقاشش ولا تكون منه حريات ولا تكون حشر ايه كاملة ويتم ذلك بحرس الارض حرسا جيدا وتعريض البيض للعوامل الجوية وفعل المفترسات كما يمكن جامع قتل البيض وحرقها لو لاحظتوا هتلاقوا الكلام ده بيشمل مكافحة زراعية ومكافحة ايه مكافحة ميكانيكية بعد كده مكافحة الحريات زي استعمال قذفات اللاب حين كنا قلنا عليها الحرق والتسخين ايه كهوزفات اللاب دي تبقى انبوبة سطوانية من المعدن بتحمل على الظهر وبتملأ بالكيروسين او بالجازولين وبيبقى لها زراع وليها بشبوري وعند حدوث عملية الاشتعال او فتح الصمام بيخرج منها اللاب لمسافة قد تصل الى خمسة ايه امطار وطبعا لازم يكون في حرص كبير جدا للقام بهذه العملية لانه ممكن يؤدي الى حرق ايضا للنبات استخدام الطعوم السامة وهو من احد مكونات المبيدات زي التمرون او المرشال او الهستسيون الطعوم السام زي ما انا اقول لكم فكرة العمل بتاعته مبيد زائد مادة حملة زائد مادة جازبة زائد مية ويخلط المبيد مع النخالة اللي هي المادة الحملة مع التقليب جيدا في وجود الماء وينصر الطعوم في الصباح الباكر في اماكن انتشار الحريات خلي بالكو الطعوم السام للجراد لازم انه هو يستخدم مباشرة بعد تحضيره علشان يكون في صورة طازجة لانه الجراد لا يقبل على تناول الطعوم السام الجاف او الطعوم السام اللي سبق تحضيره بمدة طويلة الاعتماد على البواخر والطائرات وذلك بالابلاغ عن اماكن اسراب الجراد عند مشاهدتها لانه السرب عندما يصل الى البلد المهاجر اليها وليكن اللي جاء لنا مثلا من السعودية او من اليمن لو وصل الى القاهرة او وصل الى مصر عملية المكافحة بتكون صعبة جدا وبؤدي الى هلاك معظم المحاصيل تعالوا بنا ناخد بقى المكافحة الحيوية زي ما نقول لكم بتعتمد على مهتطفلات مفترسات مسببات امراض وطيور نفعة استخدام الضفادع والسعبين وفرس النبي وبعض انواع الاكاروسات اللي بتتغزى على الحريات والحشرات الكاملة كما يمكن استخدام البكتريا والفطريات في صابة الجراد بالامراض يعني المكافحة الحيوية انا بطبقها هنا عندي في عملية المكافحة الجراد النوع الثاني من الجراد اللي عندي اللي هو الجراد المصري الجراد المصري بيكون اقل خطورة من الجراد الايه استحراوي لانه لا يميل الى تكوين اصراب وماذا بيبقى في صورة الانفرادية لا يشكل خطورة على المحاصيل تالت نوع اللي هو الجراد المستوطن او جراد الروس ده بيكون لونه اخضر تقريبا وده لا يشكل ايضا خطورة على المحاصيل لانه بيوجد في صورة انفرادية تاني نوع عندي من الحشرات العامة اللي هو النططات والوضع التقسيمي للنططات النططات زي الوضع التقسيمي تماما للجراد اللي هو اسم الردبة مستقيمة الاجنحة الطور الدار الحرية والحشرة الكاملة نوعات زيال فم قارض بس فيه اختلاف بقى عدد الأجيال بيعتبر جيل واحد فين في السنة وأيضا متعددة العوائل أنواع النطاطات في البيئة المصرية نطاط البرسيم نطاط البرسيم المتشابه نطاط الأرز ونطاط زوج الجناحة الأحمر ودي عندنا أشكال مختلفة لأنواع النطاط فيه عند في اليمين ده ده نطاط البرسيم وده نطاط زوج البرسيم المتشابه واللي في الآخر ده اللي هو النطاط الأرز أعراض الإصابة والمكافحة زي ما خدناهم فيه الجراد تماما مكافحة بالبيض مكافحة الحريات والمكافحة الحيوية والمكافحة الكيموية باستخدام الطعم السام أنا عامل لكم منقرنة بقى بين الجراد والنطاط ويخلي بالكم منها لأنه ممكن تجيلكوا في الامتحان أماكن التكاثر زي ما يقولتلكوا يتكاثر الجراد في مساحات شاسعة بعيدا اللي هي مناطق التكاثر اللي احنا خدناهم التلاتة اللي عندنا دي بعيدا عن أماكن الغزو في النطاط لا توجد حدود فاصلة بين أماكن التكاثر وأماكن الغزو بتغزى على مساحات ايه محدودة الميل إلى تكوين أسراب طبعا الجراد بيميل إلى تكوين أسراب بينما النطاط لا يكون ايه أسراب وجود طور السكون الجراد لا يكون أو لا توجد في طور سكون بينما النطاط بيوجد ليه طور سكون في طور ايه البيضة يعني طور سكون يعني طور غير النشط غير متحرك عدد الأجيال له عدة أجيال خلال العام إنما من واحد لتلاتة تقريبا إنما فيه النطاط بكل جيل واحد فيه في السنة. تالت حشرة عندنا من الحشرات العامة اللي هو الحفار. برضو نفس الردبة بتاعت نفس نفس الردبة بتاعت الجراد اللي هي مستقيمة الاجنحة نوع التطور ناقص. آآ طور الدار الحرية والحشرة الكاملة. نوع اجزاء الفم قارض وعدد ايجيله. جيل واحد بس كل سنتين. والعوائل متعدد اللي ايه? العوائل. دورة الحياة بقى. بتصنع الحشرة نوعين من الانفاء. نوع على مسافة من واحد الواحد ونص سنتي. ودي بتستخدمه في التجاول وفي التغذية. والنوع التاني بيبقى على عمق خمساشر لعشرين سنتي. وبتصنعه بهدف تخزين الغذاء ووضع ايه? ووضع البيض. وبتضع الانسة حوالي في النفق حوالي خمسمائة بيضة. آآ وبتفضل آآ على فتحة النفق لحراسة البيض ويمكن هي ده من احد الحشرات اللي بتحرس بيضها حتى عملية الفاقس دون تغذية. ممكن تقعد اسبوعين دون تغذية. بيفقص البيض الى حرية ثم حشرة ايه? كاملة بتعيد دورة ايه? الحياة. مظهر الاصابة وركزوا فيها كتير جدا لانا ممكن يجي لك قارن بين مظهر الاصابة بالحفار والدودة القارضة. يتغذى على جزور البادرات ويسبب متها وهي في مكانها دون ان تسقط. بيتغذى على الاجزاء النباتية الموجودة تحت سطح التربة زي اللي ايه? الدرانات ويتلفها. المكافحة استخدام طعم سام مكون من واحد وربع لتر لكل فدان هستسيون اللي هو السم المعدي. زايد واحد كيلو جرام شابة. زايد خمساشر كيلو جرام جريش دورة او نخالة. زايد حزمة برسيم. زايد واحد كيلو جرام عسل اسود كماده جازبة. زايد ماء. في سؤال عالي اللي بيجي لك في النقطة دي. ضرورة رايي الارض قبل استعمال الطعم السام للحفار. هتقول له وذلك لاجبار الحفار على الخروج من الايه? لانفاق نهارا. الدودة القرضة. وده اخر حشرة معنا فيه الحشرات العامة. آآ اسم ردبة حرشفية الاجناحة نوع تطور تام. والطور الدار الياركة ونوع ازاق الفم. قارج في الياركة ومصف الفراشة اللي هي الحشرة الايه? الكاملة. وعدد الاجيال من اربعة الخمس اجيال في السنة والعوال متعددة الايه? العوال دورة الحياة بتضع الانسة البيض المخصف فردي او في مجموعات على السطح السفلي للاوراق. آآ اوراق الحشاش بيفقس البيض الى يرقات بتتغزى وتنسلخ خمس مرات وتتحول الى عزراء في شرنقة من الطين ثم تتحول الى حشرة ايه? الى حشرة كاملة. مظهر الاصابة. قارج الاوراق الخضراء. قارج سوق النباتة عند سطح الايه? التربة وتسبب سقوط البادرات لانه آآ هي في العمر اليارقي اللي هو طور الدار من اول العمر اليارقي الاول لحت الى عمر اليارقي الوابع بيكون ليه اشواك على الارجل البطنية الموجودة في اليارقي فبتستطيع انها تتسلق النبات وتتغزى على الاوراق. في الانسلاخ الوابع يعني في العمر اليارقي الخامس بتفقد اليارقي هذه الاشواك وبتظل في التربة ولذلك تكون بقرض آآ سيقان النباتات بالقرب من سطح التربة وتأدي الاميل النبات وتتغزى عليه. المكافحة الزراعية آآ مثل الحرس الجيد وتعريض التربة للشمس والعزق الجيد التخلص من الحشاش رأي الارض رأيا غزيرا مع اضافة الكايروسين الى ماء الرأي ليه لانه ذلك يقلل او يقضي على او يقتل اليارقات المختبئة فين في التربة والمكافحة الميكانيكية ومنها جمع اليارقات بالايدي في المساحات الايه الصغيرة. المكافحة الحيوية بتتطفل زبوابة التاكين واخدناها قبل كده الكبير على اليارقات وفي سؤال العالي بيجي لك لا تظهر الاصابة بالحفار والدودة القارضة في واحدة هتقول له لان الحفار بيتغزى على الدودة القارضة وحريات الحفار ودودة ورقات دودة ورق القطن ايضا غزاء حيواني والمكافحة الكيموية استخدام الطعم السام المكون من مبيد الهستسيون عند الايه عند الغروب. اه بكده اه نكون اخدنا اه عزاة الطلبة والطالبات عمليات الرش والتعفير وقلنا المقصود بعملية الرش وقلنا انواع الرش وقلنا عملية وآلات الرش وقلنا اه مقصود بعملية التعفير وشروط الواجب اه توفرها لنجاح عملية التعفير واخدنا ايضا اه آلات التعفير وبعد كده اخدنا الاتجاهات الحديثة في المكافحة واخدنا اه المكافحة المتكاملة او الاي بي ام واخدنا تعرفها واخدنا الخطوات الرئيسية للمكافحة المتكاملة قلنا الوسائل الواقية وتتابعوا الاستكشاف وتقييم اوضاع الافا وتحديد وسائل المكافحة وقلنا الشروط الوادي بتوفرها لنجاح عملية المكافحة المتكاملة وبعد كده درسنا الحشرات العامة اللي بتصيب معظم المحاصيل خدنا منها الجراد وقلنا الجراد تلات انواع الجراد الصحراوي والجراد المصري والجراد الروسي او المستوطن وبعد كده خدنا النطاطات وقلنا انواع النطاطات الموجودة في مصر نطاط الارز ونطاط البرسيم المتشابه ونطاط البرسيم والنطاط زوء الجناح الاحمر وبعد كده خدنا الحفار وخدنا الوضع التقسيمي للحفار وخدنا مظاهر الاصابة وطرق المكافحة وايضا اخدنا الدودة القرضة وخدنا الوضع التقسيمي لها وعراض الاصابة وطرق المكافحة المختلفة للدودة القرضة بكده اعزاء الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور والسيد متولي شلال على امل ان التقي بكم في حلقات قادمة باذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته